السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزية رقم 3 من شبطر 3 نتكلم على تصنيف الكمبوزيت ماتيريال في الحقيقة الكمبوزيت ماتيريال يصنف حسب الماتريكس ماتيريال حسب المادة الأساسية فإن كانت المادة الأساسية هي متل يسمى متل ماتيريكس 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 ماتيريك متى الماتركس كوموسية في البداية. في الغالب في الم الماتركس كوموسية أنه عند الماتركس في الغالب بيكون صوفت and flexible. We are enforcement must have high strength and stiffness. Let's انتكره reinforcement there's strengths عالية. زي المواد السرامكية Silicon Carbide أو الألومينا. لما نيجي نعمل بهم عملية تدعيم مع سباك الألمنيوم أو مع شابه عشان نعمل مثلا أن الماتركس كوموسية. Since طبعا اللود اللي هي بتتحمله الماتيريال الكومبوزيت كشكل عام لازم ينتقل من الماتريكس إلى رينفورسومنت لأن الرينفورسومنت محطوطة داخل المتال ماتريكس كومبوزيت عشان تتحمل اللود تمام دي نقطة نقطة تانية برضو أساسية البوند بين الرينفورسومنت والماتريكس لابد أن يكون قوي لأن لو ما كانش قوي وكانت الرابطة ضعيفة ممكن يكون صفة ضعف في المتال ماتريكس كومبوزيت وأنا في الأساس بضيف رينفورسومنت عشان أعمل تقوية للمادة الأساسية طيب المتال ماتريكس كومبوزيت عند نوعين من البرتيكوليت إما دي سبيشان ستيرنسينج اللوي عند ريجولر بارتيكوليت كومبوزيت أو لونج فايبر رينفورسومنت يعني إما أن أنا حط بارتيكوليت عشان أعمل ميتال ماتريكس كومبوزيت أو أحط لونج فايبر رينفورسومنت عشان تعمل برضو نفس الأس في شوية ملاحظات بسيطة على الكومان أو نيدا نقول الكومان ميتال ماتريكس بالنسبة لنا يعبار عن إيه الميتال ماتريكس كومبوزيت ممكن تكون الألمينيوم الماغنيزيوم الكابر النيكل الانتر متالي كومباوند اللويز وفي الغالب لما أقارب بين الميتال ماتريكس كومبوزيت والبوليمر ألاقي أن الميتال ماتريكس كومبوزيت أحسن عند درجات الحرارة العالية لكن على الرغم من كده بيكون الانتاج بتاعه صعب ومكلف في بعض الأحيان لأنه محتاج عناية خاصة محتاج تكنيك خاصة في عملية الانتاج أجي برضو أشوف لما أجي أشوف بشكل عام التطبيقات بتاعة الميتال ماتريكس كومبوزيت ألاقي فيه الريش بتاعة المراوح بتاعة المحركات أو في الكلاتش أو في الانجين سيلندر بتاعة المحركات حيث المفروض يكون مطلوب فيها الوير ريزيستنس عالي